اتهم عدد من المنظمات الحقوقية مكاتب الأمم المتحدة في اليمن بدعم الحوثيين في زراعة الألغام التي قتلت وأصابت الآلاف من اليمنيين ووثق التقرير الصادر عن منظمات هود وشاهد ويمن رايت ومنظمة عين 15 منحة مالية قدمتها الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي ووكالات أخرى تابعة لها إلى جماعة الحوثي في مجال زراعة الألغام وأشار التقرير إلى أن بعض المحافظات المستفيدة من المنح المالية لم تكن ساحة للمواجهات ولم تشهد أي عملية زراعة للألغام خلال الحرب الدائرة في البلاد في غضون ذلك طالب الناشط الحقوقي سليم علاو الأمم المتحدة بالتوقف الفوري عن دعم جماعة الحوثي والضغط عليها لتسليم خرائط زراعة الألغام حتى يتسنى نزعها من قبل الفرق الهندسية المتخصصة يكشف ويوضح مدى وحشية هذه الجماعة في ارتكاب هذه الجرائم وبدعم من منظمات أممية ودولية هذا تقرير نوعي كشف قائمة العار والمتورطين في هذه الجرائم ويجب محاسبة معاقبة المتسببين في هذه الجرائم ولن يفلتوا من العقاب التقليل اليوم يتضمن الشراكة الأممية مع الحوثي بالرغم من الحوثي هو الطرف الوحيد الذي يقوم بجرعة الألغام مع ذلك تقوم من الموضوعات الدولية والبرامية الخاصة بها بدعم الحوثي بنعين دولارات بسيارات حديثة بندوات ونحن نطالب المجتمع الدولي بالتمسف بالقانون الدولي الإنسانية الذي يحرم ويقرم هذه الجرائم الألغام وتسليم خلائطها إلى الحكومة الشرعية نتيجة أزهاق مما يحدث كل شهر من أزهاق مجموعة من أطفال والإبناء والرعاة ترجمة نانسي قنقر